تفقد الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة احدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة والذي ياتي في اطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الاسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل اليها واستمع الفريق اسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الانشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيرين والاطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والادارية لرجال القوات الجوية وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران وناقش عددا من الطيرين والاطقم الفنية في اسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعدلة كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات ونقل الفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال القوات الجوية ومشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ترجمة نانسي قنقر